تحيطا طيبة لكم شاهدي قناة فرنسفان كاتخو أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف الاقتصاد وضيفي في حلقة اليوم وسيد ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية أهلا ومرحبا بك سيد القحطاني ياهلا سهلا لو بدأنا بالحديث عن هذا البرنامج برنامج الخليج العربي للتنمية ما هي البرامج التي تركزون عليها بالتحديد في هذا البرنامج في حقيقة البرنامج انشأ عام 1980 بمبادرة من سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز ودعم تأييد مع أصحاب الجلالة وسمو قادة الخليج فمنذ انشاءه ركز على قضية المرأة والطفل في الدول النامية بشكل عام والدول منطقة العربية بشكل خاص منذ انشاء البرنامج إلى الآن مول ودعم أكثر من 1400 مشروع وكان غطى أكثر من 130 دولة فالحقيقة من 1995 كان هناك وقفة فعلا لأداء البرنامج خاصة إذا ترجع للتاريخ تجد العمل الذي قام بالبرنامج كان سمو الأمير المبعوث الخاص ليونسيف فكان يعمل عن قرب مع موديل يونسيف مستر جرانت أذات تايم للتطعيم وصحة المرأة بالدول النامية فتذكر من خلال الثمانينات أنه كان هناك دعم جاء من الأقفند لليونسيف لقضية المرأة والطفل أكثر من 75 مليون وسمو الأمير ساعد اليونسيف في هذا الوقت في جمع تبرعات من أوروبا وامريكا أكثر من 80 مليون 150 مليون في العمل والتقارير التي أخرجت كان للأقفند شرفا ساهمة في تحسن صحة المرأة والطفل في التسعينات فالعمل الذي تم في الثمانينات كان عمل جيد دعم تطعيمات وصحة المرأة بشكل عام فهذه كانت من الإنجازات الحقيقة فلما كان في الدسعينات ووصل إلى هذا الحقائق كان هناك وقفة جيدة من سمو الأمير طال لعادة النظر ما هي الأولويات فأنا أتذكر في يوم من الأيام عندما كنا نعرض على سمو الأمير بأننا إنجزنا أكثر من ألف مشروع 131 دولة وكذا فسألنا يا سمو الأمير تعرف أننا ننتظر منه ما رأيك فيما عملنا فقال ما عملته هو نقطة في بحر في مجال التنمية نريد أكثر فأكثر فبدأنا في نظرة ما هي النظرة لأننا تعرف هذا البرنامج هو بدأ بفكة سمو الأمير طال فكانت وقفة الخمسة وتسعين وقفة ثانية لإطلاقة البرنامج منه ما هي المواضيع اللي ذا فأعطانا كلمة واحدة قال اعملوا أي شيء ما يستطيع أحد يعمله أي شيء يستطيع أحد يعمله لا تعمله ومن هنا أصبح البرنامج ركت على خمسة محاور حتى يومها في خمسة وتسعين كان سمو الأمير طال نظرته بأن الدولة التي تتقدم فيها هذه الخمسة محاور ممكنها الانتقال من دولة نامية إلى دولة متطورة وهي موضوع الطفولة المبكرة رياض الأطفال ومعاليه موضوع تمكين المرأة المجتمع المدني التعليم وبشكل عام عن بعد سواء على المستوى الابتدائي أو الجامعي والشيء الأهم الذي هو محاربة الفقر وهو محاربة الفقر عن طريق المعارضة كروفاينانس نعم سنعود إلى حديث عن هذه الموضع وغيرها بتفسي خلال هذا البرنامج وكم بالحديث عن التنمية في الخليج العربي هذا نموذج تنمية في الخليج العربي نموذج الاقتصادي في الدول الخليج الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات المحروقات هل هو النموذج الذي يجب أن تتبعه هذه الدول أم ربما يجب أن تكون هناك نظرة مغايرة لما هو عليه واقع الحال اليوم هو طبعا أن الحال كما تعرف الثروة الحقيقية دائما هي التنمية البشري في دول أصلا ما عندها ذروات ولكن عندما نمت مواطنيها أصبح الدولة متقدمة وصبح الدولة الصناعية فما يحدث الآن وتشوف في الأكبر تركز على طفولة مبكرة تركز على كل المرأة وشكثها بالأتصالات تركز على التعليم التعليم الجامعي بشكل عام فهذه من المحاور التي أصبحت الآن حتى عندما ترى بدول الخريج أصبح الآن فيه جهود كبيرة أصبحت بمناحة التعليم تطور والأكسس على الجامعات وفتح جامعات أكثر ويدخال القطاع الخاص طبعا أن نقطة من النقاط المهمة التي نتحدث عنه اليوم هو مساهمة القطاع الخاص في هذا النحج تجد اليوم بدول الخريج بشكل عام القطاع الخاص يلعب دور قوي سواء كان مدارس ما قبل المدرسة أو الابتدائية أو التعليم الجامعي فهذه من الأشياء التي كنت أتحدث اليوم في المؤتمر عنها أنني أقول لمن ينظر لدول الخليج ويستثمر أنه ينظرنا أنه بس استثماره في البترول والغاز وإلى آخره بأن هناك استثمار حقيقي وعائده مستمر ولا هو في التعليم لأن موضوع التعليم حتى مع الأزمات التي تصير العائد مستمر كما هو لم يتأثر موضوع العائد في التعليم في 2008 ولا ما يحدث الآن ولكن كيف نفسر أن هذه الدول الدول الأوروبية الدول الغربية بشكل عام وخاصة بما أننا هنا في فرنسا يعني لا تستثمر بالشكل الكافي بالشكل الكبير في التعليم في الدول الخليجية لا يجب أن نرمي المسؤولية على الدول الأخرى يجب أن نخلق النماذج عندما وضعت الجامعة العربية المفتوحة في الدول العربية نحن لا ندرس مناحج نجيبها المنطقة العربية نحن ندرس مناحج متقدمة مثلا من الجامعة البريطانية المفتوحة واليوم كنا نحكي مع الفرنسيين أنه إذا هناك مرامل متميزة فنحن لا بد أن نسعى ونعطي هذا الموضوع أولوية للاستثمار لأنه أنت بتشوف اليوم يتحدثون الجميع يتحدث أنه يعتقدوا أن الاستثمار في الخليج هو أويل انغاز ففي الحقيقة هو الدور دورنا نحن لأن نحن نقول نريد أنكم تحولون لنا التقنية نحن نريد أن نقول لا وطنوا التقنية لأنه فيه فرق بين أنه يبيعك التقنية أو يوطن التقنية تشوف من نماذجنا لما نجينا مثلا في بنوك الفقراء يعني تتخيل أن الصوفتوير الذي نشتغل عليه في البنك الفقراء مصنع ومطور ومسوى بأيدي كفاءات يمنية وفي الأردن بأيدي كفاءات أردنية فهذا من الأشياء التي يجب أن تنظرها لأن الإشكالية تكمن لا القطاع الخاص يريد أن يستثمر ويستمر مطرات طويلة ولا الحكومات معطي هذا الموضوع أولوية من هنا لما نلأقف في 1995 بدأنا سوينا شيء اسمه social business social business هو نعمل في مشاريعنا كما يعمل القطاع الخاص 100% الحاجة الوحيدة التي نختلف عن القطاع الخاص بينهم هم يسوون أرباح ووزعوا أرباح نحن لا نوزع أرباح نسوي أرباح ولكن نخلق منتجات تحل مشكلة اجتماعية من هنا كان له دور فعلا والحق يقال مشاريعنا التي جاءت وبلو كل فقراء بالذات لو لا مشاركة القطاع الخاص معنا ما كنا نمشي بهذه السرعة التي نمشيت فيها نعم أنتم أنشأتم تسع بنوك للفقراء من ربما في الأردن في اليمن سيراليون وغيرها من الدول ربما البعض يقول أن هذه البنوك أو حتى القروض الصغرى هي مسكنات ومهدئات فقط للفقراء كيف تردون على ذلك يعني يشوف الحقيقة هذول الناس اللي أصلا يمكن ما يستوعبوا أهمية الشمول المالي لأن المايكرو كريديت والتمويل هو اسمه الشمول المالي اللي اليوم يتحدثون عن التقرير الأخير حق الورد بنك يتحدث عن موضوع الشمول المالي اللي نعمل فيه من 97 وهو إدخال هذول الناس في السيستم المالي لأن العملية ما هي قضية أني أنا أعطيه قرض هو المهم أن يكون هذا الإنسان لديه وصول للنظام المالي فمثلا نطالع أنه الشخص المن يولد لا بد أن يكون يستطيع أن يفتحه الدخار يستطيع أن يكون عنده حساب يستطيع أن يكون يعني الأب والأم يستطيع أن يحصل على قرض للتعليم يستطيع أن يخذه على قرض للبيت إلى آخره يعني فمن هذه الأشياء لأنه ينظروا الناس أنه أن المسؤولية هي مسؤولية المايكرو فاينانس أنه يحل المشاكل الموجودة اللي ما استطاعت الدول تحلها فيقولون أنه مسكنات نحن لم نقول أن المايكرو فاينانس هو أداة قوية لمحاربة الفقر قلنا أنه أداة قوية لمكافحة الفقر يعني اليوم لما نقول في البليان مدهما نقول الهدف اللي الآن بننتهي فيه في سبتمبر بيكون للأسف قوى أداة موجودة وهي تؤتك العالم كله ترمي ومنطقتنا أنهم يستوعبوا أهمية المايكرو فاينانس كثير من الدول استوعب أهمية المايكرو فاينانس لما بدنا من 2000 إلى اليوم بدوا يعملوا فيها في الهدف الآخر الذي يأتي الذي يعلن في سبتمبر الذي هو إلى 2030 معطي الشمول المالي أهمية ما بيحكي الآن مايكرو كريدت ولا مايكرو فاينانس بيحكي الشمول المالي الشمول المالي بشكل ولكن هناك متابعة من طرفكم طرف برنامج الخليج العربي التنمي لهذه المشاريع الصغرى لهذه القروض الصغرى خاصة أنها تعطى لفقراء ربما ليسوا على دراية كافية بطريقة تدبير وتسيير هذه المقاولات الصغيرة أو حتى لتعليم أبنائهم أولا البنوك هي ميزتها أنها تكون من المجتمع وتعود للمجتمع فتتلمس احتياجاتهم يعني أنت لما تشوف نحن نقول ما بنوظف أحد إلا لمن يكون من الفئات المستهدفة لازم يكون فقير وابن فقير حتى يعرف الاحتياجات ويكون من نفس القرية الشيء المهم هنا أنه عندنا أصبح لدينا أداتين يعني نحن بالأكفند مو نقدم قرضه فقط صار عندنا شيء اسمه إخراج الناس من الضمان الاجتماعي يروحوا للمايكرو فاينانس وصار عندنا شيء اسمه من المايكرو فاينانس نطلعوا للسمول اليوم على سبيل المثال وهذا النموذج نحن مطبقينه بالأكفند وبدأنا من العام الماضي بالأردن أصبح لدينا أن نخرج الناس من المايكرو الاسمول لأول وهلة وضعنا المعايير الموجودة اللي هي ما هي أيش معقدة أربع معايير والله إذا كان أخذ أكثر من قرض وسدده إذا كان إراداته تتضاعف إذا خلق أكثر من فرصة عمل إذا كان غير مسجل وسجل يأخذ قرض أكبر وجدنا مئة شركة السنة هذه سنوصل إلى أربعمئة شركة تخيلنا الهدف في بنك واحد من بنوكنا أن نوصل كل سنة أن يخلق ألف شركة تخيل لو كل المؤسسات اللي موجودة تأطي مايكرو فينانس في الأردن وفي اليمن تأخذ هذه الأدوات ويصير المؤسسات اللي أنت شفت اليوم لما يتحدثوا عن الاسميز بالمنطقة إحنا في المنطقة إحنا بهايند إحنا متأخرين فيه والسبب فيه القوي أن الفينانشال انكلوج والمايكرو فينانس ما هو موجود بشكل جيد بشكل كيف وأنا تمنى أن تتغير الأمور إلى ما هو أحسن أشكرك جزيلا شكرا سيد ناصر القحتاني وذكر أنك المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي لتنمية شكرا مرة ثانية شكرا لكم وشكرا لكم أنتم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة من برنامج ضيف الاقتصاد عودوا لقاكم في عدد جديد طمطم بقر في خير واللقاء